لشهر الثمانية أب أغسطس عام 2004 وعشرين سنقرأ للبرج الرائع جدا صاحب الجمال الثنائي من الداخل ومن الخارج دائما بيكون بقمة الجمال والأناقة من الداخل في أخلاق رائعة جدا ومساعد دائما للآخرين أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج الدلو الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي أشخاص اشتركوا على القناة ما ينسوا بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى طبعا للتواصل على طريقة الواتساب لو رقم الواتساب تحتسبوا للفيديو سندق الوصف مرة أم بكتبه في التعليقات وبتشكركم التعليقات الرائعة جدا تكتبوا لي إياها يا أصدقائي نرى كيف الأحداث ستكون عمرو دبرج الدلو بإذن الله تعالى ستتمتع بالنشاط والحيوية المضاعفة ستساعدك على اشتياز العقبات والعراقين التي يتواجهك وينصب اهتماماتكم أيضا على الرفع من دخلك المادي وتتاح لكم بعض الفرص الرائعة جدا الاستثنائية حاول استغلالها يا مولود برج الدلو ويدفع بمصالحك إلى الأمام ديما يا أصدقائي الفرصة هي عبارة عن وقت قصير يا بتلحقها يا راحة عليك بس لا تقعب فخ التسرع التقشر من أحسنت إليه هناك شخص منقربين من حولك يحاول زرع المكائد والحيال لك وما راح يتوانى أن يقوم بأعمال ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحية والأعمال السفلية بهدف أذيتك أو تخريب بينك وبين الحبيب حاول قدر المستطاع أنك تزيع الغباش عن عيونك وتعرف صديقك من عدوك وخصوصا أن هذا الشخص من المقربين من حولك الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه أما الأشخاص اللي عندهم يشتك حياة مستقبلي كيف يعني يشتك حياة مستقبلي يعني ما يكون فيه شخص يتفق أنت وإياه على الزواج بإذن الله تعالى في القريب العاجل وليس الآجل قد تتغير الحبيب اتجاهك بداية شهر ثمانية بسبب الفتنة اللي بتصير من حولك وأنه فيه أشخاص بحاولوا تزرع المكائد والحيال لك وهدفهم أنه يصير انفصال وزي ما حكيتك باولي الحلقة ما رح يتوانوا أنه يقوموا بأعمال ما خلف الطبيعة مثل الأعمال السحرية والأعمال السفلية وهذا الشخص قريب من الحبيب حاول قدر المستطاع أنك تزيح الغباش عن عيونك وتعرف هذا الشخص ولا تتردد أنك تترده من حياتك لأنه هدفه تخريب عليك وتدمير علاقتك قد تشعر أحيانا في الغير الشديدة وخصوصا أنه قد تتغير الحبيب اتجاهك ولكن ستعود الأمور إلى مجاريها بالأسبوعين القادمات وخصوصا هناك لقاء بينك وبينه رائع جدا مليء في الحب والكلمات الرومانسية تطلقى هدية رائعة جدا تعزز رابطة الحب بياناتك أما العازبون يبتسم لهم الحظ في الأمور العاطفية قد يترق الحب بابك بأي لحظة فنتغلق الباب أمام الفرص الجديدة وخصوصا ستكون بقمة الجمال والأناقض الجذبية عالية جدا تلاحظة حالك ونتماشي بالطرقات الأشخاص بتفرجوا عليك أنت تطلع عليهم من مولود برج الدلو تحقوا المرة بشوفهم ولكن بظلهم يتطلع عليك هذا بطاقة الجذب اللي عندك الرائعة جدا وبتسامتك اللي كالسحر القادر من خلالها لك تأسر القلوب الأشخاص اللي حولك يزداد نشاطاتك أيضا على مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتس أب أشياء من هذا القبيل تلقى منشوراتك العديد من الإعجابات من أصدقائك الجدد وأصدقائك القدامة تزداد رغبتك أيضا في السفر إلى دولة أخرى لأنك تشعر أنك في الدولة اللي أنت قائم عليها ما رح تقدر تحقق أهدافك وطموحاتك التي تسبو إليها تتاح لكم بعض الفرص في مجال السفر أما المتزوجون استنزاح الغيم السوداء اللي كانت تحوم حوالين بيتك كمولود برج الدلو وخصوصا أنك تجاوزت أنت والشريك فترة كانت مش سهلة عليك مليئة في العقبات والعراقيل ولكن فترة القادمة ستكون رائعة جدا وستكونوا ثنائي مميز ترفتوا فيه انتباه الجميع إليكم وتطلقوا اتصالات رائعة جدا مليئة في الطاقة الإيجابية كالتهنئة على تحقيق هدف لأحد الأولاد لأحد الأولاد مولود برج الدلو والفرصة متاحة أيضا لفرصة حمل جديدة أو مولود جديد وألف الفبروك اللي بحالفهم الحظ من مولود برج الدلو تكثرون أيضا من السفرات القصيرة يكون أغلبها أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه بهدف تحسين وضعك المالي ولكن اللي بتاخذه باليمين بروح منك في اليسار ستحاول ضبط ميزانيتك من أول وجديد وأنك تقلل من هذه النفقات والمصاريف قدر المستطاع وستنجح بهذا الأمر وستنجح بهذا الأمر وستقلل العديد من المصاريف اللي كان مائل هنداعي من الأساس كونوا أكثر وعيا أيضا في الطرقات المفتوحة أو في مراكبكم الحادث يمكن يسير لسمح الله لأن هذا الموضوع يجب عليك بسبب الأفكار والمشاريع التي تدور في رأسك تسبب لك سرحان أو شردان في الدهن أما في العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه قد تتعرض لبعض الاستدامات والعراقيل من أحد الزملاء اللي من حولك لينظر إليك نظرة الغير والحسد ويحاول تشويح سمعتك أمام رؤسائك في العمل ولكن ستتدارك الأمور رح تبلي بلاء حسن واستقم بأعمالك بطريقة رائعة جدا وتنهي كل الأعمال المتراكمة عليك عشان ما تقعب فخ التكسير بأعمالك أو فخ المسئولية أمام رؤسائك في العمل حاول قدر المستطاع أنك تركز على أهدافك وتنسى الأشخاص اللي من حولك يعني الكلاب وتنبح والقافلة تسير أنت شخص دكي جدا بالفطرة إذا تتبع للأشخاص اللي بحسدوك فهم كثر يا مولود برج الدلو الله يحماك بحمايته ويبعد عنك كل مكروه لنكمل يا أصدقائي بس قبل ما أكمل فأحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر اللي ما بيحالف الحظ هذه المرة ما يسعل إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الرابحين معي هذه القراءة أمل التواصل على طريق الواتساب بتلاقي رقم الواتساب بتحت أسفل الفيديو بسندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات أما الأشخاص تربح معي قراءات خاصة القراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا توقعات الأشهر القادمة بإذن الله ومليئة بالنصائح اللي بيدفع بمصلحتك إلى الأمهام لو تتعرض للحسد أو السحر أو الأعمال السفلية نتناقش فيها بشكل مباشر وبإذن الله بنلاقي لها حل دائما يا أصدقائي لكل داء في بإذن الله أما المنفصلون أنا بعرف ممكن جاوزتوا فترة كانت مش سهلة عليك وخصوصا أنه خيب آمالك شخص كان عزيز جدا على قلبك وكنت معول عليه أن يكون يشريك حياتك المستقبلي ولكن خيب آمالك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها هذا الموضوع هي خليك تفقد الثقة في الأشخاص اللي من حولك وتشعرون في الوحدة رغم كثرة الناس حاولكم لأنك ما بتلاحظ أنه في أي حدا عزيز جدا على قلبك وخصوصا بعد ما خيب آمالك الحبيب السابق سيعود يتواصل معك من أول وجديد بعد ما جرب غيرك عرف أنه أنت جوهرة صافي سيحاول تواصل معك بهدف أن يعيد الأمور إلى مجريها مثل ما كانت في السابق ممكن يرن عليك تلفون وابعت لك رسالة أو من رقم غريب يرن عليك ولكن خليك محافظ على قرارك يوم الوودبرج الدلو يعني خلي الأمور عقلانيا وليس عاطفيا هذا الشخص أنت اكتشفته على حقيقته وخيب آمالك ومقفه بالوعود لو عدك فيها والبجرب اللي مجرب عقله مخرب يا أصدقائي هناك بعض اللحظات الرائعة جدا بينك وبين الأصدقاء وخصوصا ستنسق إلى رحلة ترفيهية في المناظر الطبيعية وأنت بحاجة ماسة لهذه الرحلة الترفيهية مولود برج الدلو لأنه في الفترات الماضية كنت تعيد جدا عن الأمور الترفيهية كانت مليئة بمشاغل الحياة وأعباءها فتقتماما هذه الرحلة الترفيهية ستعيدك بالنفع وبالطاقة الإيجابية وخصوصا تستعيد طاقة الروحانية ما تكون بالمناظر الطبيعية بتقدر تستعين بأحد الأشخاص المقربين من حولك وتطلب منه الاستشارة أو النصيحة في الأمور المعلقة اللي مش عارف تأخذ فيها قرارات حاسمة وما رح يبخلو عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام أما في الأمور الدراسية رح تبني بلاء حسن واستحقق نتائج رائعة جدا أكثر من ما تتوقع رغما بعض الخلافات بينك وبين أفراد العائلة بتسبب لك أحيانا جو مش ملائم للدراسة ولكن طريقتك في الدراسة الذكية جدا اللي هي في أوقات ما بكون فيها إزعاج ناجحة ورح تقضي بالغرض حاول قدر المستطاع أن تخلي أمورك دراسية هي أهم أولوياتك ولا تخلي فيه إشي أهم منها لأنها هي مستقبلك واللي بتحدد ما كانتك كما ولود بورج أدالو